بيبدأ مسلسلنا وبنعرف ان كان في حرب بين الملوك والشياطين وكان قائد الملوك قوي واسمه دونج بنعرف انه هو اقوى امبراطور في عالم الملوك دونج كان بيحارب مياه اللي هي قائدة الشياطين واستخدم كل قوته انه يوقف شرها الفترة طويلة بس دونج ما قتلش مياه فوعدته انها ترجع من تاني وهتكون اقوى من الاول وهتضمر العالم بنرجع للوقت الحاضر وبتشوف بنت جميلة وعلى جبهتها علامة حمرة واسمها جو جو بتكون اميرة عشيرة الثعالي بالحمرة اللي بتساعد يقول بيروح الخادم بتاع جو ينادلها وبيعرفها ان عمها عايزها وبتكون فاكرة ان عمها عايزها عشان اي حاجة مملة كالعادة فبتخلص حبها يمسكوا درعها وساعتها بتتحول لتعلب بس بتتفاجئ لما حاجة بتخبطها جامد فبتنتقل لأرض تانية وهي الأرض المحرمة وبنشوف ملك الشياطين الحالي وهو قاعد في القصر بتاعه في الأرض المحرمة بتحاول جو تدخل القصر ده علشان تقدر تعرف هي فين وبتخلص على الحارس الموجود بس للأسف مش بتقدر تدخل القصر لان في حارس خفي نقالها الحتة بعيدة ومن شدة التصدم اللي حصل بين جو والحارس بنعرف ان التصدم ده مياه وحس بيه وقالت ان زمن رجوعها قرب كمان دونج حس بيه وقال ان اكيد فيه مصوبة كبيرة هتحصل ولازم يشوفها فبيروح دونج الارض الشياطين يشوف في ايه في نفس الوقت بيكون فيه وحش كبير بس بيظهر دونج في الوقت المناسب وبينقذ جو ولما بيشوف الشياطين وجنودهم طلعين من الأسرة بيجي نسر كبير بياخد جو وبتكون جو عايزة تفضل مع دونج ويتدفع عنه من الشياطين وبيعرفها انه ماينفعش تفضل عشان ما تكبرش المشكلة وبنعرف ان النسر ده هو الخادم بتاع جو نرجع لدونج والشياطين اللي بيكونوا عايزين يحاربوا لانه اخترق الارض بتاعتهم لكن بيوصل نائب دونج وبيحاول يقدي الدنيا وبيفكر الشياطين باللي حصل لهم آخر مرة وبيقول انه مفيش داعي تقوم حرب تانية بينهم وبينجح انه يعمل هدنة مرة تانية بينهم وبترجع عجو البيت بتفضل تفكر في دونج لانه شهم وقوي وأنقذها وبتكون عايزة ترد لدونج جميله فبتروح لكبير خدم الملوك واسمه مانج واللي بيكون عارف كل الملوك الموجودين بالعالم بتطلب منها تشتغل خدامة في أسر دونج لانها عايزة ترد جميله وبتعرفوا ان دونج أنقذها بس هو مش بيبقى موافق لانها أميرة لكن بتفضل جو تتحايل عليه لغاية ما بيوافق وبيطلب منها تشيل العلامة الملكية اللي على جبهتها بيودي مانج جو لأسر دونج وبيوقفها وسط طبور من الخادمات ساعتها بنعرف ان دونج له أخت بتبني وبتحبه وهي اللي بتختار الخادمات لانها بتختار الخادمات الوحشين بنشوف بنت جنب جو بتحط فحمه وبتحط الجو كمان فوشهم بيكون متبادل على الآخر بتفضل أخت دونج يتمشي البنات الجميلة وبتختار جو والبنت اللي جنبها وكده فعلا الفحم اللي حطوه كان سبب في ان أخت دونج تختارهم وبيروحوا للمكان اللي هيعيشوا فيه في القصر بتتعرف جو على الخادم لما بتشوف أخت دونج جو بعد ما غسلت وشها بتعرف انها جميلة وبتكون عايزة تصعب عليها الأمور وعايزة تطردها بس مستنيها الوقت المناسب نروح لملك الشاطين وبنعرف ان عنده أخته اسمها هانج وبيكون هانج عندها حارس خاص بيها وبيكون الحارس بتاع هانج عامل انه ولد بس نعرف قدام شوية هو ولد ولا لا وهانج الوحيدة اللي عارفة ان الحارس بتاعها بنت وبتكون صديقتها المقربة كمان بيكون ملك الشاطين عايز أخته هانج وبتروح له وبيفاجئها انه عايزها تتجوز دونج غزبا عنها لانهم عايزين يعملوا معاهدة سلام وهمية ويقدروا يرجعوا مجدوهم من تاني لكن بيسمعهم أمير من العائلات الملكية في عالم الشاطين واسمه يعن بيكون بيحب هانج وعايز تجوزها ومش عايزها تبعد عنه لكن هانج مش بيكون عندها حل تاني غير انها تسمع كلام أخوها وبيقول أخو هانج اللي يعن ان دي أمور ملكية ومش عايزه يدخل فيها بنشوف خادمة بتزق جو في حمام السباحة وأكيد بأمر من أخت دونج ساعتها دونج كان موجود وبيبص على جو لكن أخته بتمنعه وبتتكلم معاه وبتطلع جو من حمام السباحة وبعدها بتنضف ورق الشجر اللي على الأرض وبديها أخت دونج وبتطير ورق الشجر تاني بقوتها السحرية كذا مرة وآخر ما بتزق جو بتوقف تنظيف والفراشة بتاعت جو اللي بتساعدها ان الورق يتلم بعدها بتطلع أخت دونج من الأصر وبنشوف جو بتلعب مع الفراشة فبتاخد الفراشة منها وبترميها في المياه وبتشتكل كبير الخدم اللي بيخلي جو تمشي من قدامها وبعدها بتكون جو زعلانة جدا على الفراشة بتاعتها وبنشوف دونج بيتغدى وجو بتتفرج عليه وسرحت بتكون جو عاملة حلويات وأخت دونج بتقدمها لي وأعجب بيها جدا ولما بيسألها من اللي عملها بترد هي وطبعا بتكدب لأن احنا عارفيني أن جو اللي عاملها لسه جو سرحانة مع دونج لدرجة أن ديولها طلعت وهي مش واخد بالها وبسرعة بيروح منج ينقذها وبينصحها تاخد بالها بعد كده لأنه مش هيعرف ينقذها كل مرة ساعتها مش هيعرفه يقوله إيه لدونج بتشكر أخت دونج جو على الحلويات اللي عملتها وبتطلب منها تعلمها كل خطوتها وفعلا بتعلمها وبتعملها لكن مش بتطلع حلوة زي بتاع جو المهم بيكون يعان عايز يعمل تحدي مع دونج ويشوف من الأقوى لأنه عايز يتجوز هنج فبيبعت رسالة لدونج وبيطلب منه يتحداه بنشوف جو بتعمل الأكل وبتنمر التعب وبتكون بتتخيل إنها مع دونج والأكل بيتحرق وبتسحط فيه بسرعة بعدها بتستطى السمكة غيرها وبتعملها لدونج وبتقدمها له روح ليعان اللي لما دونج مش بيرد على رسالته وبعد كام يوم بيروح يعان عند دونج القصر بتاعه وبيكون عايز يحربه وبيطلب منه دونج يعمله مهمات كتير عشان يقبل التحدي بس بيكون هدف دونج يستاذق به ولما بيشوفه دونج بيعرفه إنه مش هيقتله وبيسيبه وبيمشي فبيتعصب يعان جدا وبيرجع عرض الشيطان وبيسأل شيطان صاحبه إزاي يخلي دونج يقتله فالشيطان ده بيرد عليه وبيعرفه وبيكون ابن قبلصب صحيح وبيعرفه إن دونج معاه حجر بيتحكم في حجز الأرواح الشريرة والحجر ده موجود في مقبرة تحت الأرض عند دونج ولو قدر يوصله هيكبر دونج يقتله بيبدأ يعان يعمل كده وبيختار يوم دونج مش موجود فيه وبيستغل قوته وبيتحول لشكل دونج وبيسرق الحجر ده ولما بيرجع دونج بيحس إن فيه حاجة غريبة ولما بيروح يشوف إيه بيعرف إن الحجر يتسرق وبيفضل يتتبع طاقة الحجر ده لحد ما بيوصله وبيكون معيان بيعرف يان دونج إنه هيديله الحجر بس بشرط يدخل معاه في قتال وبيبدأوا قتال وبيحصل برق في السماء فبتستغرب جو وباقي الخدمات ومش عارفين إلا بيحصل بنعرف إن أخت دونج يغيرانها من جو وكانت لسه هتضربها بدبوس الشعر بتاعها لكن في الوقت المناسب بتوصل صاحبة جو وبتنقذها بعدها بتعرف جو إن دونج بيقاتل على جبل فو وبتكون عايزة تروح له وبيديها منج حاجة توصلها المكان دونج نروح لقتال دونج معيان وبيكون انتصر عليه ولسه دونج يضربوا بالسيف لكن يانج بيمسك الحجر وبيفادي نفسه بي فبيخترق السيف الحجر وبتحصل حاجة غريبة جدا وبيدخل دونج جوه وبيفضل يحارب وحوش لإن دونج حبس وحوش كتير جوه الحجر بتوصل جوه وبتحاول تطلع دونج بس مش بتعرف لإن قويتها ضعيفة ساعتها بيكون الشيطان الشرير صاحب يان في المكان واسمه تشو وكان بيتفرج على اللي بيحصل فبيتفق مع جوه تديه 8 ديول من معاها مقابل إن يديها نص قويته وبتوافق جوه لإنها عايزة تنقذ دونج وبتقدر جوه تدخل عند دونج وتحميه وتقاتل الأرواح الشريرة معاه بس كتعلبة مش إنسانة وهنج كمان بتروح عند دونج لإنها سمعت خطة أخوها وبتكون عايزة تساعده وتحميل لإنها معجبة بيه هي كمان بالرغم من إنه ملك وهي شيطانة بنشوف أخت دونج بتؤمر الخادمات يدوره على جهو لكن مش بيلاقوها في أي مكان بيكونوا عايزين يرجعوا لكن دونج بيطلب منهم يريحوا النهار ده وبكرة هينقلهم لإنه تعبان من قتال الأرواح الشريرة بيشوي دونج بطاطا وجوب يعجبها طعمها جدا وتاني يوم بيستخدم دونج قويته وبيخرجهم المهم بيكون دونج أعجب بالتعلابة جدا وهينج كمان معجبة بيها وبتطلب من دونج يدالها تربيها لو شهر بس لكن دونج بيرفض وبياخد التعلابة معها للأسر وجوب طبعا مش بتكون عارفة ترجع لشكلها لإنها مش معاها غير ديل واحد لكن بتكون مبسوطة أنها قريبة من دونج بترجع هينج أرض الشاطين وبتلاقي صاحبتها في قتال مع الأرواح الشريرة وبتنقذها لكن بيت إذي أبو هينج بتتكلم هينج مع باباها قبل ما يموت وبيعرفوا أنه إداها مقياس التنين وكان دايما بيساعدها وبينقذها وبتتفاجئ هينج إنه أبوها بيوصل دونج أرض الشاطين وبيحاول ينقذ أبو هينج لكن مش بيعرف ساعتها بيوصي أبو هينج دونج على بنته وبيموت وبيطلع دونج السم من جسم هينج وبيوديها عند أخوها اللي بيشكره إنه عنقذ أخته وبيطلب منه يتجوز أخته عشان يبقى الملوك والشاطين في سلام وبيوافق دونج على طلبه بتكون جو مفتقدة دونج ولما بيرجع القصر بتجري عليه المهم بيكون دونج زعلان على الجنرال أبو هينج لإنه ساعده في معارك كتير ودونج معرفش ينقذه بعدها بتعرف الثعلبة مينج إنها جو وبيعرفها إنه هيدور على العمل فيها كده ويحاول يساعدها ترجع بنشوف أخت دونج غيرانة من الثعلبة اللي مع دونج بنشوف الكل في أصر دونج مستني هينج لإنها جاية القصر بدعوة من دونج لإنها انقذته وخلاص هيعمله خطوبتهم ومينج كان شايل التعلب ولما بتعرف جو إن هينج ودونج عايق يتجوزه بتتدايق جدا ولما بتلعبها هينج بتمشي وتسيبها بيكون دونج عايزة يعمل تصميم وبتكون جو عايزة تبهيره بزكاها فبتروح لمينج وبتخليه ساعدها في التصميم وبتروح جو توديه في قوضة دونج في نفس الوقت بتدخل هينج قوضة دونج وبيوصل دونج كمان ولما بيشوف التصميم بيينبهر وبيشكر هينج ساعتها جوب بتتدايق جدا لإن هينج خدت تعبها ومجهودها وبتخربش هينج فبيسأل دونج التعلبة انت بدأت تتخربشي وبيطلعها برقوضة وبياخد هينج عشان تساعده في التصميم بتكون جوزة علانة وحزينة بعدها بتلعب هينج مع التعلبة فبتخربشها في وشها ودونج يشاف اللي حصل وبيقول إن التعلبة بقت شرسة اليومين دول وبيؤمر الخادم بتاعه يحبسها بعدها بتسعب التعلبة على الخادم وبيخليها تطلع تشم هوا وبينصحها ما تروحش بعيد عشان ما تعملش مشاكل لكن هي مش بتسمع الكلام وبتروح عند دونج اللي بيكون مربي أسد والأسد بيكون متدايق من التعلبة لإنها خدت منه صاحبه فبيضربها وبيرميها في المية وبالصدفة مينج كان بيصطاد سمك وبيقول إيه السمكة الكبيرة دي وبيلاقيها التعلبة فبياخدها معاه البيت وبيعالجها بيعرفها إن خلاص دونج هيتجوز خلال يومين وبتقتنع جو إن خلاص دونج مش بتاعها بياخد مينج جو تشوف دونج لآخر مرة وبيكون قاعد مع هنج والأسد معهم وبتغيض جو وبتكون زعلانة لإنها كانت عايزة تفضل جنب دونج للأبد بيقول مينج لتشو إن جو ماشي خلاص لإن دونج هيتجوز وبيكون مينج عرف اللي سرق ديول جو وبيروح هو وتشينج أرض الشياطين وبيدخلوا بعد شوف القتال وبيجيبوا ديول جو بنعرف إن شو بيعمل ده كله لإنه عايز يساعد معاه اللي هي كانت قائدة الشياطين زمان ودونج حبسها وبيرجعوا يدو ديول جو اللي بتكون زعلانة إن دونج معرفهاش ولا عرف إنها بتحبه وبترجع تاني لشكلها الطبيعي وبتروح عالمها وبيجي وقت الفرح وبيكون يعني عايز يخطف العروسة لكن بيتفجأوا إن العروسة هيربت واللي لابسة لبس العروسة هي أخت دونج منعرف إن هينج متفقى مع دونج تمشي واتفقت إنهم هيقولوا إن هينج هيربت لينا مش عايزة تدخل دونج في مشاكل بيعرف خادم دونج إنهم مش لقين الثعلبة بقى لهم يومين فبيرد إن هو المسؤول قدامه وبيطلب منه يدور عليها في كل مكان كمان بيطلع دونج بنفسه يدور على التعلبة وبيطلب من المساعدين بتوعوا يدوروا عليها وبيستغربوا إنه دونج بيدور على التعلبة ومش بيدور على عروسته وبيقولوا في نفسه من التعلبة أهم عند دونج من عروسته بعدها بتروح جو عند تشو بتنتقم منه لإنه ضحك عليها وقالها هيديها نص طاقته وسحب الطاقة منها على طول بترجع جو عند جدها وبتعتذر له إنها اختفت الفترة اللي فتت من غير ما تقول لحد بيكون جدها متضايق منها على الآخر وبيحكي لها إن مومتها مرت بوقت صعب ساعة ولدتها لإنها كانت مضطرت قتل مياه وانتصرت عليها وخدت الختم منها وبينصحها تبقى أد المسئولية لإنها الأميرة وبيعرفها إنها مهمة جدا عندهم ونعرف إن جو لها أخت صغيرة وبينروح لجو وبيكون معها الحارس بتاعها وبتكون تعبانة والحارس بيعليجها وبيقدر يوصل أخو هينج لمكانها وبيعرفها إنها خذلته وإنه فقط ثقته فيها وإنها كده دمرت عشيرة الشاطين وبيدخلوا مع بعض في قتال والحارس بتاع هينج بيدافع عنها كمان هينج بتستخدم قوتها الخارقة وبتقدر تكتف أخوها والجنود لكن أخوها بيقدر يفك نفسه ساعتها بيقول الحارس إنه هيكفر عن غلطته وبيقتل نفسه بالسيف ساعتها بيكون أخو هينج فكر إن أخته بتحب الحارس لكن قبل ما يموت الحارس بيعترف له منه بنت وبتفك شعرها بتزعل هينج على الحارس وبتتقهر وبتقول لأخوها إنها قطعت علاقتها بيه وبتاخد الحارس بتاعها وبتنط من على تل عالي بعدها بيكون تشو الحارس بتاعه بيتمشوا في الغابة وبالصدفة بيلاقوا هينج وبتقول لسا عيشها لما بتفوق هينج بنعرف إنها فقدة ذاكرة لأنها مش فكرة تشو بعدها بيعرف دونج إن مياه وخدت سمون كتير عشان تزود قوتها وتفك سجناها لكن بيروح الدونج عندها وبيقدر يحجمها بس للأسف قوته الروحية ضعيفة وبيرجع دم ولما بيرجع على الأسر بيكون تعبان وبيقبله الدكتور وبيقوله إن ده وقت الراحة بتاع الدونج ولازم يعيش حياة عادية وساعتها تقطع تتجدد من تاني بنشوف جو في قريتها وبيقول لها الحراس إنها شطرة في تجهيز أكلات حلوة وصناعة الأسلحة بنشوف جو بتتكلم مع المساعد بتاعها وفجأة بيظهر ملك العالم السفلي بيتمشى مع جو بيفضله يرغو وهم مشيين ساعتها بتعرف جو إن دونج ما تجوزش وإنه هيعيش حياة بس مع الناس العاديين فبتفرح جو وبتقول إنها كده ممكن تقدر تبقى جنبه وتساعده وإنها بتحبه بس هو مش عارف ده جو كمان بتحكي الملك العالم السفلي كل اللي حصل معاها وهي في أسر دونج وإنها مشت لإنه كان هيتجوز هينج تاني يوم بيصحى دونج من النوم وبيقول إنه لازم يعيش حياة البشر عشان تقطع تتجدد من تاني ويقدر يتغلب على مياعه بتروح تشينج عند جو بتعرفها إن دونج هيعيش حياة البشر فبتجري جو تروح عند منج وبتطلب منه ينقلها هي كمان لحياة البشر ومنج بيرفض لإنه مش عايز أي كوارس تحصل تاني لكن جو بتفدل تتحايل عليه لغاية ما بيوافق وبينصحها ما تستخدمش قوتها السحرية في عالم البشر لإنه لو استخدمتها هتموت المهم بنعرف إن دونج مولود في علا ملكية وإنه له أخم نفس من ناحية دونج شويتين وبيكون في سباق صد بينهم بيبدأ السباق وبنشوف الحصان اللي دونج ركب عليه مات ووقع على الأرض لإنه في حد يسممه فبيطلب حصان تاني وبيبدأ السباق وبينجح دونج إنه يصطاد النسر الذهبي ولما بيرجع لبابا الملك بينبهر إنه يصطاد النسر الذهبي لإنه صده صعب وبيقول إن دونج يستحقب أوليه العهد والإمبراطور بيعرف دونج إنه في حرب على الحدود وبيطلب منه يروح بداله وبيوافق دونج بتعرف جو من مينج إن الدونج هيروح حربة خطيرة وطبعا مينج بش عايز جو تروح لإنه هيبقى خطر عليها فبتوعدوا جو إنها ما تروحش بس بتكون بتكذب عليه لإنها عايزة تروح وبتقول إنه أكيد دونج في خطر المهم بنشوف دونج في المعركة والخطر بيحوطوا من كل اتجاه كانت معركة صعبة ومن العار التقيل ومرة بيفدي دونج القائد بتاعه تي وبيتصاب تي في عينه وبتوصل جو أرض المعركة وبيكون مجموعة من الجنود حوالين دونج وعايزين يخلصوا عليه بالسيف وولد مش بنت بيتخلص الحرب وبينتصر دونج في المعركة وبيشكر دونج تي وبيقوله إنه مخلص وشجاع وبيطلب دونج من الجنود يدوروا على جو وبيكون فاكرها ولد لكن مش بيلوا أي جندي بالاسم ده بيرجع دونج القصر وبابا بيكون فرحان بالنصر لإنه دي أول حرب دونج يقودها وانتصر فيها يقول الإمبراطور لدونج إنه هياخدوا معاه المقبرة بكرة وتاني يوم بيروحوا المقبرة وبيوري الإمبراطور لدونج حجر وبيكون اسمه في عالم البشر حجر لينج والحجر ده له قصة وإنه وقع وقت الحرب من السماء وبسبب الحجر ده انتصر الإمبراطور السابق ومن ساعتها والحجر ده كنز العيلة الملكية بيرجعوا لأصر وبيكون الإمبراطور تعبان جدا وبيموت وقبل ما يموت وصى دونج على المملكة والعيلة بعدها بيوريس دونج المملكة وبيعين أخو وزير لي وبيعينه كمان قائد للجيش نروح لتشو اللي بيتكلم مع هنج وبيطمن على صحياتها وبتكون هنج مدينة لي بحياتها لإنها أنقذها وبيطلب منها تساعده إنه يلاقي كنز حجر لينج وبيفهمها إن الكنز ده رمز الحب بتاع بابا وممتو وعايز تشو يرجعه وبيكون تشو راتب كل حاجة وراح لمملكة منافسه وبيقدر إنه يسيطر على الملك بتاعها وبيوافق الملك إن تشو يبقى أمير وهنج أميرة وبيخلي الملك ده يبعث رسالة لدونج يتجوز أميرتهم علشان يحلوا المشاكل اللي بينهم ويعم السلام على البلاد لكن تشو بيتعب لما بيستخدم قوته في عالم البشر وبيعرف تشو هنج على بنت وبيقول لها إنه عينها ساعدها في كل حاجة بتستغرب هنج جدا لإن البنت شبه المساعدة بتاعتها اللي ماتت بيوصل خبر الجواز لدونج من المملكة التانية وبيكون دونج بيفكر يوافق لإنه عايز يحمي بلده من الحروب بنعرف إن دونج لسه بيدور على الجندي جو وملاقهوش بين الأحياء ولا الأموات وبيكون رسم رسمة لجو وبيطلب من المساعد بتاعه يوزعها وعايز يلاقيه بأي شكل لإنه أنخص حياته وبيشوف مينج جو وبيسألها مالك شاحبة ليه وبيقول إنها أكيد رحت عند دونج في عالم البشر بتنكر في الأول وبعدين بتقوله إنها فعلا رحت عنده وبتسمع جو إن الأميرة هنج جاية عند دونج وكل الناس كانوا عايزين يشوفوها فجأة بيطلع مجموعة مجرمين قدام أسر دونج والقائد تي بيحاربهم وكمان بياخد باله إن جو موجودة في المكان المهم بيقدر تي والجنود يقضوا على المجرمين وبياخدوا الناس اللي اتقتلوا عشان يعرفوا هويتهم اتنين من الجنود بيمسكوا جو لإنها كانت موجودة ساعة الهجوم ومشتبه فيها لكن تي بيخليهم يسبوها وبيعرفها إن دونج كان بيدور عليها لإنها أنقذته وما كانش لقيها خالص وبتدخل هنج عند دونج وبيعجب بيها وبشخصيتها وبيطلب منها تروح تستريح لإنها جاية من السفر بعدها بيعرف القائد دونج إنهم لقوا جو اللي بيدوروا عليها وبتدخل جو عند دونج وهي دخلة عند دونج بتلاقي هنج طلعة ومش بتكون مصدقة لإن هنج انتحرت بتوصل جو عند دونج وبيقولها إن هي اللي أنقذته هو والقائد تي وبيسألها عن السبب وبترد إنها كانت معدية من الحدود وأنقذته كمان بيسألها عايزة مكفى إيه بترد إنها مش عايزها مكفى إيه بس دونج بيقولها إنه مش بخيل وهيديها منصب كويس ودهب ومجوهرات وقصر كبير وفي خدم بس جو بتطلب منه حاجة واحدة بس وإنها تفضل في الأسر الامبراطوري كحارس لدونج فبيوافق وبيعرفها إن دي مكفى صغيرة وبعد كده تبقى تختار المكفى اللي هو عايزها بتروح جو الوضة اللي هتعيش فيها وبيروح تي عندها وبيكون جايب لها مشروب وبيقولوا البعض إن اهتمامتهم واحدة وشكلهم هيبقوا صحاب بنشوف دونج بيتمشى مع الرجالة بتوعه وبتخبط جو فيه بالغلط لإنها كانت سكرانة لكن بتكون جو على هيئة بنت مش ولد زي ما هي عاملة وبيقع هم الاثنين في المية بيعجب دونج بيها وبيحبها من أول نظرة بس هي بتهرب منه بسرعة بيطلعوا دونج من المية بسرعة وبيقول لهم دونج إن اللي يلاقي البنت اللي كانت معاه في المية هيدي مكفقة بس بيدوروا ومش بيلاقوها بيرجع دونج لأسر وبيكون بيفكر في البنت اللي كانت معاه في المية وبيكون معجب بيها وبجمالها تاني يوم بيقول دونج لجو إنه عايزها تدور على البنت اللي كانت معاه في المية لإنه حبها من أول نظرة فبتطلب جو من تي يساعدها بنعرف إن أخو دونج اللي عايز إزيه وهو اللي كان باعت عصابة عند أسر دونج كمان بيكون حطت جاسوس في أسر دونج وبيعرفوا إنه دونج أعجب ببنت لما ويع في المية وكمان بيعرف إنه دونج عين حارس ليه مجهول الهوية بنشوف دونج بيحاول إرسم البنت اللي كانت معاه في المية وبيقول إنه مش عارف يبدأ منين لإنه شايف إن البنت دي مش من العالم بتاعه وكأنها حرية من السماء بعدها بيدور مينج وتشينج على جو ومش بيلوها بيكونوا عايزين يرجعوها من عالم البشر فعلا بيروحوا عندها وبيكونوا خايفين عليها بس بيتعرفوا منها مش هترجع معاهم وهتحافظ على نفسها على قوتها الروحية بعدين بتتكلمت شينج مع جو بتعرفها إن هينج فعلا ما ماتتش وإنها نفس البنت اللي كانت هتتجوز دونج فبترد جو إنها شكلها فقدة زاكرة لإنها ندعت عليها لما شافتها بس هينج ما ردتش فبتخترح تشينج إنها تجيب التصميم اللي هينج عملته من دونج ولو ذكرتها كويس هتفتكره فعلا بتروح تشينج تجيب التصميم وبتديل جو بيسأل دونج عن البنت اللي كانت معها في المياه وبرضو بيرد تي إنه مش لقيها وبيقول يمكن كان بيتيقلي وبيأمره ما يتعبش نفسه ويدور عليها المهم بتقابل جو تي وبيعرفها إن دونج أمره إنه ما يدورش على البنت اللي واعت معها في المياه فبتدي جو مرهم هي اللي صنعته بنفسها وبتطلب منه يديل دونج لإن جسمه مليانة دبات من الحرب بتاخد جو التصميم وبتديل دونج وبيعجب بيه وبدقته وبتطلب من هنج تبص عليه عشان تتأكد من ذاكرتها لكن هنج بتعرفها إنه مليهاش في التصميمات وبتاخد هنج كتابين من مكتب الدونج وبتمشي بعدها بتعمل جو قتال مع حراس الأسر وبتتغلب عليهم كلهم وكمان بتدخل في قتال مع دونج بس هو بيقدر يغلبها وبالليل بياخد دونج جو وبيروح يدور على الخادمة اللي كانت في الأسر بتاعه في عالم الملوك بس بيعرف إنها ماتت بتكون جو مش عارفة تعمل إيه ولو خبت إنها البنت اللي وعت مع دونج في المية هيقع دونج في حب بنت تانية وهي مش هتقدر تسيبه البنت تانية وقتها بتكون محتارة وبش عارفة تعمل إيه بتطلب من منجي سعيدها ويعرفها تتصرف إزاي المهم بيروح حارس لدونج وبيعرفوا إنهم لأوا البنت اللي وعت معها في المية بيكون دونج فرحان جدا وبيروح عشان يشوفها بيتفاجئ دونج إن البنت بتكون جو الحارس بتاعه بتعتذر له إنها خبت عليه وعملت إنها ولد وبيرد إنه مش زعلان منها لإنها أنقذته مرتين وبيقرر دونج إنها هتفضل عايشة في الأصر بتاعه وهتبقى مراته بيكون قرار سريع شويتين لكن دونج بيكون متأكد من حب الجو وبيقول إن هي دي حبيبته اللي بيدور عليها وبتروح جو قودتها وبتختار خادمة بتكون بنت عليها وحمة فراشة ورودانها وبتعملها جو بشكل كويس جدا لدرجة إن جو بتديها دبوس الشعر بتاعها بيروح دونج عند جو القوضة وبيتأكد إن مش نايصها أي حاجة وبيفضل يتكلم معاها وبيطلب منها ما تكسفش منه لإنها بقت مراته بيقول لها إنه عايز يجيب عيلتها هنا لأصر لكن بترد إن باباها ومامتها بيلفوا حوالين العالم ومش هيرجاعوا دلوقتي في الحقيقة إن باباها ومامتها ميتين ومش عايزها تعرفوا لإنها مش عايزة دونج يعرف حياتها بتكوح جو بتكون خايفة على دونج عشان ما يتعبش وبتخليه يمشي وبيسألها هجيب دكتور بترد لأ وإنها ترتاح بس واتبا كويسة تاني يوم بيكون جو بتشوي بطاطا ودونج بيعد عليها وبياكلوا بطاطا سوا وبيشربوا الشاي وبيدردشوا شوية بعدها بتكون جو مع الخادمات بتتفرج على الزهور وبيقولوا الخادمات على جو إنها جميلة وفجأة بتحس جو إنها ديخة وبتنقلها الخادمة على أودتها بتعرف هانج إن دونج بيحب جو ويتجوزه بس مش بتيقس وبتفضل تتقرب من دونج اللي إنها عايزة تتجوزه وتلاقي حجر لينج بيروح دونج عند هانج وبيطمن على صحتها وبتعرفوا إن مامته ماتت من وياس غيرها ويعيني بتصعب عليه وبيعرفها إن عيد ملادها الجاية هيبقى معاها وبيسيبها عشان ترتاح تاني يوم بيروح دونج عند هانج وبيفطر بعاها لكن بيبلغوا الحارس إن جو أغمى عليها فبيروح دونج بسرعة عندها بيلاقيها فائت بيسألها بقيت كويسة بترد أيوة بس بيكون شكلها شاحب وبيطمنها إنه يفضل جنبها ومش هيمشي بتكون جو سرحانة وبتقول إنها لازم تسيب دونج وبيروح دونج عندها وبيكون شاوي بطاطا وبيديقالها لإنها خايفة لما يقدرش يرجع قويته ويقضي على مياه وساعتها العالم كله هيتعرض لكرسة فلاش باك بتفتكر جو لما دونج عملها بطاطا قبل كده لما كان محبوس بس الغريبة إن دونج مش فاكر أي حاجة وده لإنه لما عاش حياة البشر فقط زاكرته وكل اللي حصل في حياة الملوك وبتشوف جو إيت دونج وبتكون محروقة لإنه كان بيشوي بطاطا وبتروح جو تجيب مرهم وتعالجه وبتفتكر برضو لما كان دونج بيعالج جرحها لما كان دونج محبوس داخل الحجر بتشكر جو دونج وبتقول إن البطاطا لزيزة جدا بعدها بيروح دونج وجو بيكون ركبين الحصان وبيشكر دونج جو إن هي اللي أنقذته في الحرب وبتكون جو مبسوطة جدا وهي معاه بترجع جو الأصر وبتعمل حلويات لدونج وبتكون نفس الحلويات اللي عملتها لو قبل كده وهو في عالم الملوك وبيروح دونج المطبخ عند جو وبيشوفها بتأكل تي الحلويات في بقه لإن كانت إيده متوسخة لكن دونج بيفهمها غلط وبيمشي ولما بتروح جو تيدي له الحلويات مش بيكون عايزة كلها بس لما بيشم ريحتها بعد ما بتمشي جو دونج بيأكل الحلويات كلها وبتكون لذيذة جدا بعدها بتكون هينج عاملة أكلة لدونج وبتعرفوا إنها بتاع العشاء بيشمها دونج لكن مش بيأكل منها لإن بتاع جو أحسن بس بيقول لهينج إن الأكلة حلوة وبيطلب منها تعملها على طول بنشوف هينج بتزعق مع المساعدة بتاعتها لإنها حطت سم في الكعكة اللي جو عملتها وبتقول لها لو تكشف أمرهم ما هيروحوا في خبر كان بيكون في احتفال في أصر دونج وبتعمل جو كميات كبيرة من كعكة الحزن والكل بيكون معجب بيها وبشكلها بس للأسف مع أول واحد بيدقها بيقع ميت وبيقول الدكتور إن الكعكة فيها سم فبيؤمر دونج بحبس جو بس بعدها بيقول لدونج إن جو بريئة لإنها لو كانت عايزة تقتله ليه أنقذته في الحرب فبيطلب دونج من تي يحقق في القضية وقدامه سبع تيام بس المهم بيروح تي عند جو وبيكون الخادمات بتوعها بيتعذبوا جو بتكون زعلانة جدا لإنهم ما عملوش حاجة وبيوصل تي في الوقت المناسب بيمنع تي الحارس يعذب الخادمات بعدها بيحقق تي مع جو وساعتها بتأكد له إنها ما حطتش سم في الكعكة فلاشباك بيفتكر دونج كل لحظاته مع جو وبعدها مام الدونج بتطلب منه ينفصل عن جو لإنه مش عارف أصلها وبيرد إن تي بيحقق في الموضوع بنعرف إن الإمبراطورة الأرمالة مش مام الدونج الحقيقية لإن مامته الحقيقية ماتت من زمان بتستغل هينج حبس جو وبتفضل تتقرب من دونج بعدين بيروح تي عند دونج وبيعرفوا إنه مش لاقي دليل على براءة جو وبيقول دونج لتي إن السبع تيام قربوا يخلصوا ولازم يلاقوا دليل يثبت براءة جو لإنه كل الأدلة ضدها ساعتها بيروح تي عند جو وبيطلب بينها تقوله على كل حاجة وما تخبيش أي حاجة عنه وبيسألها عن مكونات الكعكة وبتجاوبه لما بيسألها عن علتها مش بتجاوب وبتخليه يمشي بتروح هينج عند دونج وبتكون عاملاله شربة وحط فيها منوم بعدين بتدور في القوضة اللي دونج فيها على حجر لينج بس مش بتلايله أي أثر وبتستغرب هينج جدا لأنها هي والمساعدة بتاعتها ما سابوش حتة في الأسر غير لما دوروا فيها تطلب هينج من المساعدة تبدأ تدور تاني في كل حتة في الأسر بيروح دونج عند جو وبتسأله انت جاي تودعني عشان هتتعدم وبيرد لأ وانه هياخدها معاه بعيد بس عايزها تتكلم عن علتها لكن جو مش بترضى تقولي الحقيقة وإحنا عارفين أن جو أميرة وراحت عند دونج الأسر اللي إنها بتحبه ودونج أنقذها قبل كده وعايزين ترد لطفه بيتضيق دونج إن جو مش عايزها تتكلمه وبيمشي وكده مش هيعرف يسعيدها بعدين بيروح تيه عن دجو بيتكلم معها وبتعرفه أن الطبق اللي كانت حط فيه الكعكة تغير فبيمشي بسرعة وبيروح يشوف الأطباء اللي الكعكة تحط فيه لكن مش بيلاقيه وبتتكلمت شينج مع مينج وبتقوله إنها عايزة تنقذ جو من السجن وبيرد إنه هينقذها في الوقت المناسب بييجي يوم محاكمة جو وبيجيبتي الكعكة وبيأكل الكلب حتى من نفس الكعكة لكن بيموت الكلب وبيعرفه من الفرق إن الطبق تغير وكان مدهوم بسم بس لما دور على الطبق لقوه مكسور جنب الأصر والسم كمان كان برمي في جنينة الأصر ولما استجوبه الخادمات عرفه إن خادمة هينج هي السبب وكانت لسه الخادمة رايحة تقتل دونج لكن أخو دونج بيسبقها وبيقتلها وبيروح دونج عند جو وبيعرفها إنها بريئة وبيعتذر لها على الكلام الجارح اللي قالولها وبيعرفها إنه مدين لها وهيديها لقب السيدة جو وكمان بيكون جايب لها أصر لكن هي بترد إنها مش بتعرف تغير مكان نمها واتخاليها في الأصر ده بيبعت دونج الجو هدايا كتير لكن جو بترفضها وبيتقول إنه بنت ريفية بسيطة ومش بتحب التكلف وبيفتكرها دونج لسه زعلنة منه لكن هي بتأكده إنها مش زعلنة منه خالص فبيأمر الخدم يرجعه كل الهدايا مع هذا نوع بخور كان عامله بنفسه وبيوري لجو وبتعجب بي وبتقول إن ريحته جميلة وبتشكره بتعرفه إن النوع ده من الهدايا يكفيها بعدها بتبعت جو هدايا لتي لإنه أنخص حياتها وبيكون دونج عايز ياخد جو معايا لمكان لكن بيعرف إن هنج تعبانة بيروح عندها هي وجو وبيكشف الدكتور عليها ومش بيكون عارف يحدد مرضها لإن دقات قلبها شوية تبقى عالية وشوية تبقى واطية ومش منتظمة خالص بعد ما بيمشي دونج وجو بتقول لهنج للمساعدة بتاعتها شفتي دونج بيبص الجو إزاي وإن جوه الوحيدة اللي في قلب دونج وبتقول لنفسها شكلي مش هعرف أخد حجر دونج بالحب والجوازي بعدها بيروح دونج وجوه المشوار بتاعهم ويكون واخدها المقبرة الإمبراطورية لإنه عايز يوريها حجر لينج وبيعرفها إن الحجر ده نزل من السماء وبيستخدم في قمع الأرواح الشريرة وإن دونج المسؤول عن حمايته وبيقول لها إن هي الوحيدة اللي عرفها مكانه لإنها مرات ومش عايز يخبع لها أي حاجة وبيحاول دونج يصلح شوية آليات في المقبرة وبتروح جوه الأسر وبتكون تشينج عندها وبتعرفها إن دونج وراها حجر اسمه دلينج وبتسمع الخادمة حد بيتكلم مع جوه لما بتدخل عندها مش بتلاقي حد لإن تشينج اختفت إنها مش من عالم البشر أصلا وأما بتسألها الخادمة حد كمعاك بترد جوه إنها كانت بتعمل مسرحية بالليل بيروح دونج يسهر مع جوه وبيكونوا قاعدين في ضوء الأمر وبيقول دونج لجوه إنها جميلة وبيشرب دونج كتير وبيسكر وبينقلوا تيل قطوه وبيحلم دونج بجوه تاني يوم بيصحى دونج وبيكون عمل كعكة لجوه وبيدهلها بيعرفها إن معنى الكعكة دي نوم بيحترموا بعض وعايزين يفضلوا مع بعض للأبد بتشوف دونج وجوه في المقبرة الإمبراطورية بيكملوا تصليح آليات المقبرة وبتستغرب هينج لما مش بتلاقي دونج وجوه في الأصر برفان هدية عشان تقدر تتبع ريحته وتوصل لمكان جوه بعدها بيحصل فيضان في الجنوب وبيعرف دونج جوه إنه رايح يشوف اللي حصل وبيسيب دونج لجوه الأصر ومقبرة الإمبراطور عشان تهتم بيهم وتحميهم وبيمشي بتروح جوه عند مقبرة الإمبراطور ومعها تي ومساعدة هينج بتتبعها من ريحة البرفان بتدخل جوه المقبرة وتدخل مساعدة هينج وراها وطبعا فيه أفخاخ في المكان لما بتدخل المساعدة السهم بتتحدف عليها في كل اتجاه وبتتجرح في دراعها لكن بتستخبه بسرعة وطيب ينقذ جوه من الفخاخ الموجودة في المكان بترجع المساعدة عند هينج وبتعرفها أن الكنز مخفي وبتعالج هينج الجرح اللي عند المساعدة وبتقول كويس إن السهم مش مسممها فبتروح هينج عند جوه بعدها بتتكلم معها عن حجر لانج وإنه كنز وبيخلص على الأرواح الشريرة وبترد جوه إنها سمعت عنه بس مش مصدقة الكلام اللي بيتقال عليه بتخرج جوه وتشوف خادمة كسرت حاجة وبسرعة هينج بتفتش في المكان وبتلاقي رسمة مرمية على الأرض الحجر لانج وبتفرح لإنها كده عفت مكانه بيرجع دونج وبتروح جوه عنده وبتاخده وبتروح عند هينج وبيقولوا إنهم هيصاروا معاها بس هينج بتكون متوترة جدا لإن المساعدة بتاعتها دخلت المكبرة تاني وعايزة تسرق الحجر ويدوب دخلت ولسه بتاخد الحجر الحراس بيقبضوا عليها لإن جوه كشفت خطتهم أول حاجة السهم في المكبرة كان عليه دم ونفس العطر اللي هينج اديته لها ساعتها عرفت جوه إن في حد غريب دخل المكان وقدرت تحدده من ريحة البرفان وبتدي جوه لهينج العطر وبتقول لها إن ريحته خفيفة لكن سبتة كمان جوه عرفت إن هينج شفت ورقة حجر لانج اللي كانت مرمية على الأرض وكان مشيتها بطريقة مختلفة ولأهم بقى إن هينج الفترة الأخيرة كانت بتسأل كتير عن حجر لانج بتحاول مساعدة هينج تبرر اللي بتعمله بتقول إن هينج ملهاش دعوة لكن الأدلة سبتة على هينج وبتقتل المساعدة نفسها وبياخدوا هينج على السجن بتروح جوه وتتكلم معها بتسأل هينج بتعمل كده ليه وبترد اللي لأنقذها طلب منها تعمل كده ولما بتسألها من لأنقذها مش بترد وبيتقول إنها مش هتخون لأنقذها بنشوف الحراس بيدخلوا عند هينج السجن ولسه يضربوها لكن بتختفي فجأة من المكان وبيوصل الخبر لدونج إن هينج اختفت فبيفضل يلوم الحراس وبيسألهم إزاي ده حصل ولما بتعرف جوه اللي حصل بتروح عند دونج بتسأله فاكر كلام الدكتور وهو بيكشف على هينج ولأ نبضها مش مستقر فشك إنها عندها تسمم لكن بعدها ما ظهرش على هينج أي أعراض تسمم بتعرفه إنه أكيد حد استخدم السحر وهربها وبتقوله إن هينج مش من البشر أكيد كانت جاية تسرق حجر لانج ولما معرفتش اختفت بالليل بيروح دونج عند جوه بتكون شربت كتير وبيديها جوه دبوس شعره ومعطف هدية وبيقولها إنها جميلة جدا بتسحى هينج من النوم وبنعرف إن ياني اللي خطفها وكان بيدور عليها من زمان لكن هينج مش بتعرف يعنه وبيفضل يعنه يفكرها بنفسه بس ما فيش فايدة ساعتها بيعرف يعنه إنه هينج وقعت من منحضر عالي وفقد الزاكرة نروح لتشوه اللي بيوصل عند أخو دونج وبيقوله إنه عارف كل اللي بيعمله في سبيل إنه يوصل للسلطة وبيطلب تشوه منه يوصله الحجر لانج وتشوه هيساعده يوصل للحكم وبيوافق أخو دونج وبيروح يفتش في مكتب أخوه لإنه عارف إن الحجر في مقبرة الإمبراطور السابق وعايز الخريطة بتاعة المكان في نفس الوقت بتكون جوه مع تي وقضت اليوم كله معاه في الغابة ساعتها بنعرف إن تي بيحب جوه بس ما اعترفش بحبه ومشي من الأصر وبيدي تي لجوه غوشة هدية وبتعجبها وبتلبسها وبتفضل جوه معاه لغاية بالليل لإنها عايزة تشوف النجوم وقتها بيروح دونج يسأل على جوه بيعرف إنها خرجت من الصبح ولسه ما رجعتش وبيسأل الخادمات على مكانها فبيعرف إنها رايحة قابل تي بعدها بترجع جوه بيوصلها تي لإن الوقت تأخره بتشكره على اليوم الجميل ده وبتدخل قوضتها بتلاقي دونج مستنيها وبيسألها كانت فين بترد إنها كانت بتتمشى في الغابة وبيقول لها كنت لوحدك لغاية بالليل كده فبتيجدب وبترد ده أيوة بيشوف دونج الغوشة في إيد جوه وبيعرف إن تي اللي ادهلها وبيطلب دونج منها ترتاح وبيسيبها وبيمشي بس بيكون متضايق جدا من اللي جوه عملته وبنشوف بعد كده دونج وهو حزين من اللي جوه عملته فيه بس هو بيكون عايز يضحب أي حاجة في سبيل إن جوه تفضل معاه وجنبه وبتشوف الإمبراطورة حزين ونايم وهو قاعد فبتطلب منه ما يدمرش الولاية عشان بيحب بنت وبتعرفه إن هي وبابا كانوا حطين آمل كبير عليه وتاني يوم بيختار دونج جوه تكون إمبراطورة ولما بتعرف جوه الخبر بتزعل مش بتفرح بيروح دونج عند جوه وبيعرف إنه بيحبها ومش عايز حاجة غيرها وإنه عايزها تفضل جنبه للأبد وبتكون جوه لابسة لبس الإمبراطورة وشكلها جميل جدا ودونج بيقول لها إن هي جميلة قوي وبالنسبة له دي مش حفل تتويج الإمبراطورة بس إنه يبقى حفل جوازهم كمان بس جوه بتكون حزينة وبيتقول إنها لازم تاخد قرار وإلا الأمور هتتعقد أكتر بتقول لدونج أسفة بيتفق تشوه مع أخو دونج إنه بيسرعوا حجر لينج في حفل تتويج الإمبراطورة لإن الكل هيبقى مشغول وبييجي وقت تتويج الإمبراطورة وجوه بتتأخر شوية وبيكون دونج ألان وبييجي خبر لدونج إن جوه هربت فبتقول الإمبراطورة يبلغه القائد تي ويرد الحراس إن القائد تي مش موجود هو كمان دونج بيتصدم جدا من اللي حصل إنه بيحب جوه جدا وما توقعش إنها تعمل في كده ولما بيفتش دونج في قضيتها بيلاقي جوابك من تي بيقول لجوه إنه بيحبها وجواب من جوه لتي إنها هتهرب معه المومي بتأكد دونج إن جوه هربت مع تي وبيأمر الحراس يحصلوهم بسرعة قبل ما يروحوا بعيد فلاشباك بنشوف جوه كانت بتحرق الجوابات بس مانج بيطلب منها تسبها لإنهم عايزين دونج يفتكر إن جوه وتي بيحبوا بعض وهربوا يساوها بنعرف إن جوه عملت كده لإنها عايزة دونج يتجرح ويرجع على من الملوك بتعرف الإمبراطورة الأرمالة إن جوه بتحب تي وهربت معاه فبتتضايق جدا وبتقول إزاي تتجرق تعمل كده بنشوف جوه هربنا معتي وبتسأله بقى يا هدئي ونطلع على الحدود فبيرد يومين وساعتها نبقى في أمان بيسألتي جوه هدمان على اللي عملتي وبترد لأ وبتعتذره إنها ورطته معاها لكن بيتفاجئوا بجنود دونج وراهم وعرفوا مكانهم بيدخلتي معاهم في قتال وبيطلب من جوه تهرب لكن بترد إنها مش هتهرب وتسيبه يموت وبتوافق جوه وترجع معاهم بتوصل جوه عند دونج اللي كان مصدوم فيها وبيسألها بتحبيه من إمتى وما هربتش ليه من يوم ما كنت معاه بترد إنها كانت طمعانة في المنصب والثروة وطبعا إحنا عارفين إنها بتجدب فبيقمر دونج الحراس ياخدوها وبيقولها إنه مش عايز يشوفه الشاة تاني بتمشي جوه وبيغم عليها وبترجع دم وبهجري دونج عليها يلحقها ساعتها بتشوف الإمبراطورات دونج وبتطلب منه ما يلمسش جوه لإنها خينة وبتتحبس جوه بيحبسوا تيه كمان بعدين بيروح دونج يسأل تيه حبتها إمتى بيرد إنه حبها من ساعة معرف إنها بنت وبيسألوا لو جوه بتحبه وبيرد إنه ما يعرفش بيروح دونج عند الإمبراطورة وبيطلب منها تعفو عن جوه وتيه وإنه هيطلعهم بره الولاية ويمحي اسمهم وده لإن تيه ساعدوا في معارك كتير وديه الغلطة الوحيدة اللي عملها فبتدقي الإمبراطورة لإن جوه خينة وبرغم كده دونج مش عايزها تموت بعدها بيحصل هجوم على الأسر وطبعا دي بتكون خطة من تشوه وأخه دونج عشان يسرقوا حجر لينج بتطلب جوه تشوف دونج وبتترجى يعفو عن تيه لإنها عايزة يقاتل ويحمي الأسر والناس وبتقول إنها مستعدة تموت وتكفر عن غلطتها لكن دونج بيدي أمر بالعفو عن تيه اللي بيطلع يحارب قصد جنود العدو وبياخد جوه لإنه عايز يهربها من الأسر وخايف عليها من الهجوم اللي على الأسر بتخمن جوه إن الهجوم حصل بسولة وأكيد فيه جاسوس في الأسر وممكن يكونوا عاملين كل داع عشان يسرقوا حجر لينج فعلا بيروح دونج وجوه المقبرة بتصدم دونج لما بيلاه أخو هناك ولسه يسرق حجر لينج فبيقول دونج الأخو إنه مش عايز حجر لينج بس لأ وعايز العرش كمان وبيرد أخو دونج إنه عايز العرش لإنه الكبير وهياخده النهاردة بأي طريقة بيدخل أخو دونج في قتال معاه هو وجوه وكان لسه هيقتل أخوه لكن جوه أنقذته وخدت الضربة مكانه ساعتها جوه بتعرف دونج إن السيف اللي معه أخوه سيف شيطاني بيكون أخو دونج لسه يسرق حجر لينج لكن بيوصل تيه في الوقت المناسب وبيحربه ولسه أخو دونج هيضرب جوه بالسيف لكن تيه بينقذها وبياخد الطعنة مكانها وخلاص المقبرة بتكون هتنهار فبيضحي تيه بحياته بيحبس نفسه مع الجنود وبيخلي جوه ودونج يمشوا جوه مش بتكون عايزة تمشي وزعلنة جدا على تيه لكن دونج بياخدها بالعافية وبيغمع على جوه وبينقلها دونج الأصر وبيجيب لها دكتوره وبيقول إن الجرح اللي عند جوه غريب وعميق بس مش بينزف وده طبعا لإنها من عالم الملوك بيكون دونج عرف إن جوه ملكة بس مش عارف برضو أصلها المهمة بيروح دونج عند الإمبراطورة اللي بتكون زعلنة جدا على ابنها اللي مات وكمال لإنها معرفتش تربيه وطلع خاين تاني يوم بتفوق جوه بتطلع تتمشى وبتكون زعلنة جدا إن تيه ضحها بنفسه عشانها وبتكون مش عارفة ترد الدين ده إزاي بعدها بيروح دونج عند جوه وبيسألها موفقة بإمبراطورة بس مش بترد وفي اليوم اللي بعده بتاخد جوه حصنها وبتطلع على المكان اللي كانت هي أو تيه فيه آخر مرة وبيتكون حزينة قوي عليه بيعرف دونج إن جوهر بالتاني فبياخد حصنه وبيطلع وراها بتكون واقفة على مكان عالي بتقول جوه لدونج إنها بتحب تيه ومش بتحبه فبيرد إنها بتكذب لإنه سأل تيه قبل ما يموت وكمان جو ضحت بنفسها وأنقذت دونج كذا مرة بيحاول دونج يمنع جوه تنتحر لكن بتصمم جوه وبتنهي حياتها وبتنط من المكان العالي اللي واقف عليه بيكون دونج هينط وراها لكن الحراس بيمنعوه وبيرجع الأسر وبيكون حزين جدا بتروح الإمبراطورة عنده وبتنصحه ما ينهيش حياته عشان حبه البنت بتعرفه كمان إنها فقدت ابنه ومش عايزة تفقد التاني لكن دونج بيطلب منها تعين إمبراطور ثاني مكانه وبتضحك الإمبراطورة دحكة هستيري من اللي بيحصل لهم بنشوف دونج مولع شموع كتير في الاشباك بيفتكر دونج كل ذكرياته مع جو وحالته بيتسوق يوم ورا التاني لحد ما بيموت بنشوف جو خدت جوزة تي لملك كبير اسمه كانج وعايزة تحولها الجسم ملك زيهم وبيرد الملك ده إنه ممكن في حالة واحدة إنها تجيب شجرة اسمها بيمبون ودي الشجرة الوحيدة اللي هتنقص تيه وبيعرفها إن الشجرة دي بتثمر كل عشر سنين وباقي على إثمارها الجاي ثلاث شهور فبترد جو إنها تقدر تجيبها بيصحى دونج وبيرجع عالم الملوك وبيكون قدر يرجع جزء كبير من قوة السحرية بس طبعا مش فاكرة اللي حصل معا في عالم البشر بنشوف يان بيعمل سحر الهينج وبيقدر يرجع لها ذكرياتها بينجح دونج يعالج هينج بعدها بتطلب هينج من يان يجيب لها أعشاب من مكان بعيد بتطلع هينج من المكان اللي هي فيه وبتروح مكان غريب وبتعمل تعويزة وبتنط فيها وبتكون راحة عالم البشر لإنها عايزة تعيش لوحدها بنعرف إن شو قدر يسرق حجر الهينج من المكبرة بياخد تشو حجر الهينج وبيديل مياه وبتقول إنها تزود قوتها السحرية ساعتها تقدر تتغلب على دونج وهتخلي تشو قائد الشياطين بتشوف جو رجعت قريتها وتشينج بتوسيها لإنها مرت بحاجات صعبة كتير وبتديها دوات عالي الجرحها بعدين بتروح جو مهرجان بس بتقول لها بسخناع وفي شاب كان هيوقع علي حاجة وبتنقذه وبيشكرها وبيقول لها إنه مديل لها بحياته بتقابل تشينج جو اللي بتقول لها إنها بتحب دونج جدا بس ما كانش عندها حل غير إنها تجرحه لما جرحته قلبها تجرح أكتر منه فبتنصحها تشينج إنها تحب حد تاني ينسيها دونج ونعرف إن دونج بيحلم بجو بس مش قادر يعرف من البنت اللي في أحلامه لإنه مش فاكر حاجة من عالم البشر بيرك طبعا حياته في عالم البشر عشان يعرف اللي حصل لإنه مش فاكر حاجة وبيعرف إن في بنت اسمها جو أنقذته ويعف حبها بس في الآخر جون طحرت في نفس الوقت بيبعت كانج عقد جواز لعم جو بيطلب فيه إي جو بيكون عايز تجوزها وبترجع جو البيت وبتكون سكرانة خالص وبيعرض عليها عمها موضوع جوازها من كانج ساعتها بتفتكر جو كلام صاحبتها لما نصحتها تلاقي حد ينسيها دونج فبتوافق جو على عقد الجواز وتاني يوم بتسحجه واختها بتعرف أنها وفقت على جوازها من كانج مبارح ومضت العقد كمان فبتيجري جو على عمها وبتعرفه أنها كانت سكرانة وعايزة يلغي الجواز لكن عمها بيرد أنها وفقت ومش هيقدر يساعدها المرة دي لأنه خلاص بعت الرد لكانج وبيعرفها أن ده أحسن شاب موجود في العالم بتاعها وهيقدر يساعدها ويبقى جنبها في المستقبل فبتقرر جو تهرب وبعدين بتروح تتكلم مع كانج بنفسها وعايزة يلغي الجواز بس بتكون أخت كانج رحت قالت لعمها أن جو ريحة لكانج لأنها عايزة يلغي الجواز بتوصل جو عند كانج وبتطلب منه يلغي الجواز لكن هو بيرفض فبتقوله خلاص ندخل في قتال واللي هيكسب ينفس كلام التاني فبيرفض كانج يقتلها فبترد جو أن كده تعتبره موافق يلغي الجواز فبيضطر كانج يدخل معها في قتال وبيبدأوا قتال وبتكسر جو تنسال وكانت جوها تقع بس بينقذها كانج وبيوصل عم جو وبيوقف كل اللي بيحصل وعلى الموقف السخيف اللي جو حطيته فيها وبيطلب من جو تعتذر لكانج فبتعتذر له لسه عم جو هيعقبها بعشرين جلدة لكن كانج بيمنعه وبيعرفه أنها لسه مصابة وبيعرفه أنه مش مدايق أنها لغة الخطوبة قبل ما تمشي جو كانج بيعرفها أنه مستنيها تغير رأيها فبترد جو أنها بتحب حد تاني لكن كانج بيأكد لا أنه هيستنيها تحبه بترجع جو بيتها وتشينج صاحبتها بتروح لها وبتعرفها أن الناس بتتكلم على فسخ خطوبتها من كانج ونشوف جو بتعمل كعكة الحزن بعدها بنعرف أن نائب دونج بيحاول يتقرب دايما من تشينج لكن هي بتصده دايما بنعرف أن الاحتفال بيكون في أسر دونج وبيفضل لمدة أربعة أيام وده حدث موسمي بيحصل كل سنة بيتروح جو عشرتها وبيحتفله بيتكلم منج مع دونج والنائب عن أميرة عشيرة التعالب جو وأنها راحت الحياة الفنية وبيتكلم كمان عن شقوتها وأن الملك كانج كان عايز يخطوبها لكن جو رفضت ساعتها كانت جو موجودة في المكان وبتسمع منج بيتكلم عليها فبتروح عندهم وبيعتذر لها منج أنه كان بيتكلم عليها المهم دونج مش بيروحها بجو وبيمشي وبيسيبها لأنه مش فاكرها خالص ودائما بيرخم عليها بتطلع جو من الاحتفال برة واختها بتروح معاها لأن الاحتفال كان بالنسبة لها مهم لكن أختها الأروبة بتسألها أنت بتحب حد من الموجودين وعيزة تهربي في يوم بتكون جو قاعدة لوحدها في المكان كل الناس الموجودة مشت وعملها تشرب ودونج بيروح عندها وجو بتخرب في الكلام وبتتفاجأ أن دونج اللي موجود في المكان وكانت جو فاكرة أن حد تاني هو اللي دخل وعملها ترغي براحتها فبتعتذر له على الكلام اللي قالته بيطلب دونج من جو تقعد تشرب معاه الشاي فبتشرب جو معاه وبتمشي بسرعة لأنها بتكون محرجة جدا المهم بنعرف أن دونج مهتم بجو وحسس أنه مجدود ليها كمان نائب دونج ومينج بيلحظوا أن دونج وجو ليين على بعض بعدها بيكون في احتفال عرض الزهور وبيسأل الامبراطور عن دونج بيرد الخدم أن دونج مشغول في القراءة ومش هيحضر ساعتها بنشوف جو مع أختها عند الشلالات وبيكون دونج فعلا مشغول في القراءة بس يسمع صوت جو وأختها بيتكلمه نرجع لتشينج اللي بتقدم عرض الزهور وكان جميل بس بيبوص في الآخر وبتعتزر تشينج ونائب دونج على اللي حصل بيطلب نائب دونج من الامبراطور يعقبه بدل تشينج لأنه هو اللي أكبر هتقدم العرض لكن الامبراطور بيعفو عنهم نرجع لجو اللي فجأة بيظهر عندها وحش كبير وبتحاول تخلص عليه بقوتها الروحية لكن مش بتقدر وفي الوقت البناسب بيظهر دونج وبيخلص على الوحش وبينقذها بتقابل جو تشينج وبيعود ويرغو مع بعض شوية وبتتفاجئ جو إنها مش تلاقي الإسورة اللي في إدها وبتفتكر إنها نسيتها عند دونج بتقول لسه جو في الاحتفال وفي الأسر عند دونج بعدها بتروح جو تاخد الإسورة بتاعتها ودبوس الشعر من دونج لكن بتتكسف قوي لما بتلاقي خدم كتير موجودين عند دونج في يوم بيروح دونج عند جو بتقول لواحدها في المكان وبتشرب كتير لغاية ما بتسكر وبتقول لدونج إنها زعلانة منه لإنه مش فاكرها خالص تاني يوم بتسحى جوت ليل معطف بتاع دونج مستغطية بي فبتستغرب جدا ومش عارفين إيه اللي جاب لبس دونج عندها بتجري تسأل أختها والمساعد بتاعها إيه اللي حصل مبارح وبترد إنها سكرت جامد بالليل ودونج وصل لها وكانت ماسكة في الوشاح بتاعه فسابه عند جو بعدين بتاخد جو لبس دونج اللي عندها وبتروح عند دونج اللي بيكون بيعزف فبتطلع جو على الصور وبتحدف الوشاح عند دونج وبتجري ساعتها أخت دونج كانت موجودة فطلعت وراء جو وبتسألها أنت اللي حدفت الوشاح فبترد جو لأ وأخت جو بتدفع عنها فأخت دونج بتزقها على الأرض وجو بتاخد حق أختها وبتزق أخت دونج توقعها على الأرض بتمشي جو وأختها وبيسمعوا إن الناس بتراهن إن دونج هيتجوز جو وبتكون جو بتتكلم مع أختها الصغيرة ولما بتلاقي دونج دخل عليهم بتتحول لمنديل فبيسأل دونج أخت جو بتعمل إيه وترد إنها بتتفرج على الفرشات وبيكون فيه منديل على الترابيزة بيقول دونج إن المنديل بتاعه بياخده ويمشي لأنه عارف إن جو تحولت المنديل وبيكون عايز يعلمها الأدب بنشوف دونج والنائب بتاعه بيلعبه في مركب فنوس النهر طبعا دونج مبهدل جو معاه على الآخر يرمي المنديل في المياه وبيحطه على مبخرة وبيحط عليه الشاي وجو مش عارفة ترجع نفسها فبتستحمل على قد ما تقدر المهم بيتكلموا هم الاثنين على جو طبعا دونج بيتكلم عليها بطريقة وحشة بيقول إنها جميلة بس مش ذكية لكن النائب بيرد على دونج وبيقول إن جو رفضت الجواز من الملك كانج وبعت أميرة في سن صغير وإنه مش عارف هتعمل إيه في المستقبل لإنه محدش أتوقعها طبعا جو سمع كل الكلام اللي بيقولوا عليها ومدايق إن دون بيتكلم عليها وحش الليل بتجري أخت جو عند شي وبيتعرفوا إن أختها تحولت المنديل وإن دونج يخد المنديل معاه للأصر بيتكون عايزها يروح معاها يرجع أختها وبيكون الوقت تأخر فبيرد إنهم ما يروحوا الصبح يرجعوا جي لكن أخت جو بتطلب منه يروحوا دلوقتي لكن شي بيعرفها إنه ما ينفعش لإنه مش هيروح نص الليل عند دونج وتاني يوم فعلا بيروح شي مع أخت جو بيقول لدونج إن المنديل بتاع أخت جو ساعتها بتفرح جو لإنهم جايين ينقذوها لكن بنتفجأ إن دونج طلع منديل تاني دال شي فبياخد يعن البنت الصغيرة ويمشي وبتكون مش عايزة تمشي وعملها تقول لشي إن ده مش دال منديل وبعد ما بيمشقوا بيطلع دونج المنديل التاني اللي جو متحول على هيئته وبتكون أخت دونج متضايقة جدا وبتقول لشي إنه ما عملش أقصى حاجة عنده وما أنقصش أختها وبتقوله إنها مش عايزة تعرفه تاني فبيطم نشي البنت الصغيرة إن جو هتقدر تتحول تاني وترجع لطبيعتها في يوم بيكون دونج بيشرب الشاي وبتنجح جو وتتحول طبيعتها بعدها بتطلع جو بره فبيطلع دونج وراها وينيمها وبيحولها المنديل مرة تانية وقت بيسمع دونج يان بينادي عليه من على جبل عالي وعايزه يدخل معاه في الصراع لأنه فاكر إن هينج البنت اللي يان بيحبها بتحب دونج وبتفصله عليه فمش عايز يبقى أقل من دونج بيوصل دونج عند يان وبيبدأوا قتال بيقع المنديل من دونج فبيحول جو الجسمها العادي طبعا بيقدر دونج يتغلب على يان بمنتهى السهولة بيتفوق جو وبتلاقي يان موجود معاها في المكان وبيتكلموا مع بعض يعني بيكون فكر إن دونج وينج بيحبوا بعض لكن بترد جو إن دونج مش بيحب هينج بيرجع دونج أصره وبيكون زعلان جدا لأنه ساب جو في الوادي لما الخادم بتاعه بيسأله ساب إيه في الوادي بيرد دونج إنه ساب المنديل بتاعه بنعرف إن شجرة البامبون بتثمر في مكان قريب من الوادي اللي جو فيه فبتقرر جو تفضل لغاية ما تجيب الثمرة وبتقنع جو يعني إن في شجرة سحرية قريبة من المكان دا ولو كل منها يبقى أقوى من دونج فبيوفق يعني يسعدها في مهمتها وبيقعوا الاتنين في فجوة بتنزلهم للوادي اللي الشجرة فيه بس منحظهم لما بيقعوا بيقعوا الاتنين على أمير من أمراء الوادي فبيتقبض عليهم وبيترموا في السجن لأنهم كانوا هيئزوا الأمير وكمان غرباء عن البلد مش عارفين أصلهم إيه لما بيفوق الأمير بيروح عند الملكة بيطلب منها تعفوا عنهم لأنهم وقعوا بالغلط وبكنوش عايزين يقتلوها لحاجة فبتوافق الملكة تطلق صراحه وبيدخلوا الكلية الحربية بتاعة الوادي كمان وبنستغرب لأن في عزفة جنب الملكة شبه هنجة قوي وصولة تبقى الأصل بينها وبيفضل يعني واقفهم تنح وبيبص على هنجة وبيسأل نفسه هي ولا واحدة شبه بس الجو بتشدوا وبيخرجوا من مكان لأنه ما ينفعش يقف كده بعدها بيتكلم يعني وجهه مع الأمير اللي بيعرفهم أنه أطلق صراحهم لأنه عارف أنهم ويعوا بالغلط ومش عايزين يقزوه وبيعرفون أنهم من عالم الملوك وعمر أف عالمهم وعايزين يرجعوا في أسرع وقت ممكن لكن الأمير بيعرفه من البوابة اللي بتربط العالمين مقفولة دلوقتي ومش هتتفتح غير بعد ستين سنة وبكده يعني وجهه مطارين يعودوا ستين سنة في الوادي بيعرفوا منه أي حد يقدر يدخل المكان ده لكن مش هيقدر يخرج غير بعد ستين سنة بتحاول جهو تخرج نفسها من المكان بفنون السحر بس مش بتعرف خالص وبتلاقي نفسها لسه في الوادي لأن قوتها السحرية أقل من أنها تطلعها من الوادي بعدها بنشوف جو ويعان بياخدوا محاضرة وبتكون جو مش مقتنعة بالمدرس اللي بيديهم خالص لأنها أشتر منه بكتير جدا وتقدر تصنع صيوف كمان طبعا يعان بيكون نايم في المحاضرة بعدها بيطلع يعانو بيروح يتكلم مع هينج ولما بيسألها أنت هينج ولا لأ بتكذب وبتقول إنها عازفة في الأصر وبيعرف يعان إنها بتكذب وبتطلب هينج منه ما يضيعش وقته معاها وبتمشي وتسيبه بدروح للأمير اللي بيقول لجو إن فيه مسابقة واللي هيكسب في المسابقة هياخد ثمرة البينبون ساعتها بتقول جو إنها تقدم في المسابقة ولازم تكسبها لإنها عايزة ثمرة البينبون عشان تنخذ حياتي بيقدر دونج يحدد مكان جو وبيكون عايز يروح لها بيوصل دونج عند الطلاب في الوادي والكل بيرحب بيه لإنه أشهر من النار على العالم بعدها جو اللي بتكون متأخرة بيوقع المدرس في الفخ اللي جو عاملاه وبيتعصب جدا ولما بيعرف المدرس إن جو اللي عامل الفخ بيقول إنه هيعاقبها بيطلع يعانو بيعرف جو باللي حصل وإن المدرس مستحلف لها فبتطلع جو جاري لإنها عايزة تهرب وساعتها بتشوف دونج وبتستغرب إنه موجود في الوادي في نفس الوقت بيروح المدرس عند جو وبيكون عايز يعاقبها ويحبسها لكن لما بيروح دونج عندهم المدرس بيسيب جو ويمشي وبيتكلم دونج مع جو وبيسألها مش هتشكوريني إنه عن قصتك لكن هي بتسيبه وتمشي بس دونج مش بيسيبها تمشي بيتعرف وجو النهزة علانة منه لإنها كانت بتحولها المنديل وبهدلها فبيحول دونج نفسه المنديل هو كمان وبيطلب منها تعمل فيه اللي هي عايزها وبكده يبقوا خلصين فبتاخد جو المنديل وبتطلع كل الغل اللي جواها فيه وبتروح جو وتحط المنديل في المية بعدين بتطلعه وبتعصر عليه برطقان وبتحطه تاني في المية بيروح يعان عند هينج وبتشكره إنه أنقذها وإدر يرجع لها ذاكرتها لكن بتعرفه إنها تخدم دونج وبيرد يعان وبيقول إنه هو اللي عايز يخدمها لكن بتطلب منه هينج يمشي وبتنصحه ما يضيعش وقته معاها بيمشيان وبيكون زعلان وفي طريقه بيشوف دونج قاعد مع النائب بتاعه عن طريق تعويذة فتح بها العالمين على بعض وبيروح يقول له جو اللي بتتعصب جدا لإنه دحك عليها وقال لها إنه حول نفسه المنديل فبتوصل جو عند دونج بتزعق جو معاه وبترمي المنديل في وشه وبيرد دونج إنه أنقذها مرة وخدعها مرة والمفروض ما تزعلش منه فبتمشي جو وبتسيبه والنائب بيكون مستغرب إن دونج سيب جو تزعق له عادي المهم بنعرف إن جو المدرس ما أخذهاش في المسابقة لإنه خايف عليها لا تتأذيهم وساعتها مش هيعرف يقول لدونج إيه فبتفكر جو إنها تسرق الثمرة لكن يعني بيعرفها إن سرقة الثمرة مش سهلة لإنها بيبقى حواليها أربع تعبين بيحرسوها فعلا جو بتروح وبتحاول تسرق الثمرة لكن لما بتلاقي تعبين كتير في المكان بتطلع قري على قضيطها وبيشوفها يعني وبيلاحظ إنها خايفة جدا نشوف هينج بتخدم دونج وبتهتم بيه وعملة تدي حاجة يستغطى بيها وتعمله شاي وبتسأله هيقعد قديه في الوادي فبيرد إنه لسه ما قررش وبينشوف جو سرحانة وعملة تفكر إزاي تسرق شجرة البمبون بعدين بيكون الطلاب قاعدين ومعهم دونج وبتخترح هينج يعملوا مصابقة شاي ويشوفوا شاي مين أحلى بتدخل هينج في تحدي قصاد جو وبيعملوا الاتنين شاي وبيدوقوا دونج بيعجب دونج بالشاي بتاعهم هما الاتنين بس بيقول إن الشاي بتاع هينج أحلى وبيقول إن هينج هي اللي فازت في الجولة وبيمشي بتتعصب جو بتطلع وراه لكن دونج بيعملها بمنتهى البرود بليل بتصار جو مع الأمير ويان وبيقول لهم الأمير على سر مهم وهي إن التعبين اللي بتحرص شجرة البمبون بيمشوا عند اكتمال الأمر لمدة كم ساعة وبيرجعوا تاني فبتفرح جو وبتفضل تقنع يان يبقى معاها وهي بتسرق الشجرة وبتقولوا إن شجرة البمبون هتحافظ عليه إنه يفضل وسيح بيرجع دونج قط وهينج بتهتم بي وبتكون محضرة أكله وبتعرفوا إنها بترد يطفو معاها بيقول لها دونج إن الكلام ده في الماضي ومش عايزها تشغل بالها باللي حصل بترد هينج إن من ساعة ما دونج جي الوادي والوادي ماليان بالحياة على عكس قبل كده خالص بعدها بنشوف جو ويان راحوا يسرقوا الشجرة وبيعمل يان حفرة وبينزل يجيب الشجرة فبيتأخر شوية وجو بتقلق عليه وبتسأل نفسها ومشي في الاتقال غلط ولا إيه بتمشي جو وبتدور على يان ساعتها بتشوف جو دونج ومعاها بنت وهينج كمان كانت موجودة في المكان ولما بتشوف دونج معاها بنت بتغير وتمشي على عكس جو اللي بتكون غيرانة برضو بس مش بتمشي فالبنت اللي مع دونج بتدخل مع جو في قتال وبتلف حوالين جو الأرواح الشريرة واللي بينقزها دونج بعدها دونج بيساعد جو تتخلص مع البنت وبيتجرح جو في دراه المهم بتفتكر جو يان وبتقول إنها نسيت يان يان كمان بيقابل هينج بيلاقيها حزينة وبيوصلها لقضيطها يان كمان بيفتكر جو بيرجع يدور عليها ومش بيلاقيها خالص وخايف ليكون تعبان عضاها وماتت المهم بنشوف جو عايزة تمشي لكن دونج بيطلب منها تعمله الجرح فبتفضل جو مع دونج وبتعمله الجرح وبتقع جو بالكلام وبتقول إنها عايزة تروح ليان لإنها عايزة تسرق الشجرة ساعتها بنعرف إن دونج حبس جو في المكان لمدة 24 ساعة وبتتحايل عليه جو ويطلعها من المكان مقابل إنها تسمحه لكن دونج مش بيوافق بيقول دونج في نفسه إن ناس كتير بتطلب منه المساعدة لكن أول مرة يشوف حد عايز يساعده وينقزه وبيكون بيتكلم على جو بياخد دونج جو بيرجعها البيت بتكون تعبانة وبردنة جدا ودونج بيفضل معها طول الليل تاني يوم بتصحى جو بتلاقي دونج معها في الأوضة فبيعرفها إنها كانت تعبانة جدا مبارح وطلبت منه يفضل جنبها وما يسيبهاش المهمة بتروح جو ليان وبتحكي له اللي حصل وإنها قبلت دونج وكان حبسها وعشان كده ما عرفتش ترجع عن ديان في يوم بيحس دونج بطاقة غريبة فبيروح عن ديمياو اللي بتكون السلسل اللي حواليها ضعفت وبتضحك وبتقول لدونج إنها عرفت نقطة ضعف وطبعا نقطة ضعف دونج هي جو بس دونج بيقيدها بشل أكبر بقوة الروحية وبيسيبها ويمشي بتشوف جو والأمير ويان صهرانين مع بعضه وبيشربه بتشوف دونج والنائب بتاعه هينج وجو ويان بيأكله وبيكون دونج يخلى جو تخدمه وتجهزه للأكل اللي بيحبه وبيقول نائب دونج لجو إنها مشهورة بكعكة الحزن فبتديله جو الكعكة وبيكون معجب جدا بتعمها وطبعا دونج كان متضايق منه بالليل بتحلم هينج بمياه وبتقول لها إن دونج بيجو يحبها بس هي تقدر تخليه حبها وتوقع بينه وبين جو عن طريق نية تاخد ثمرة البنبون تاني يوم بتصحى هينج من النوم وبتفرح وبيشوف يان هينج بيتفق يبو صحاب وبتطلب هينج من يان يجيب لها ثمرة البنبون فبيروح يان لجو بيعرفها إنه هيدخل المسابقة عشان يكسب شجرة البنبون بتزعل جو منه وبتقوله إنه بيخونه الصداقة بعدها بنعرف إن دونج هيبقى مدرس جو ويدربها على فنون القتال بيكون هدف دونج الأساسي إنه يقرب من جو وبنعرف إن المدرس وافق إن جو تشترك في المسابقة بيبدأ دونج يدرب جو وبتطلع على صخرة عليها وبتعرف جو دونج إنها بتخاف من المرتفعات بنشوف تشينج وقفة مع النائب وبتكون قلانة على جو لكن النايب بيحدف لها الحاجز وبيوريها جو وبيكون دونج مغميها وبتتدرب تمشي على صخور عليها بيعرف إن جو الولد اللي أنقذته قبل كده في الحفلة لما كان هيقع عليه حاجة هو الأمير بيكون عرف إن البنت اللي أنقذته هي أميرة عشيرة التعالب وعايز يروح يعترف لها بحبه ولكن جو بتحاول تمنعه وتقوله إن الأميرة متجوزة بنشوف جو بتعتذر لدونج إنها ما تدربتش مبرح كويس وبتقعد وتتدرب بجد أكبر وبتكون رايحة تفطر لكن بيطلب دونج منها تبدأ تدريب وبيربط لها حاجة على عنيها وبتتدرب وبتقع على الأرض فبيقول لها دونج مين اللي قالك توقفي وبتكون جو زهقانة من الطرحة اللي على عنيها وبتقول لدونج إن محدش بيحارب هو مغمي عنه بتقع تاني آخر اليوم وبتتخبط في رأسها ودونج بيعملها بمنتهى البرود ومش بيتحرك من مكانه لما بتقع لكن لما بتنام جو بيروح دونج عندها وبيحط لها مرهب على رأسها ساعتها بتكون جو صحية مش نايمة وبيبهدله وش بعض بالمرهم وبيعرف دون جو إنه بيدربها كويس لإنه مش هيقدر يحميها طول الوقت وعيزة تبقى أقوأ وتقدر تدافع عن نفسها المهم بيروح يان عند هينج اللي بتكون بتتدرب على العصف لإن فيه مسابقة وبيتجير يحيان في إيده وبتقلق هينج عليه وبتعلق له الجرح تاني هو بتقدم جو لدونج كعك وبيسألها ليه عايزة شجرة البنبون فبترد إنها عايزة تجربها واتفقت معايان يسرقوها ويقسموها هم من الاتنين وبيجي يوم المسابقة بتكون عبارة عن جولتين جولة بالنهار جولة بالليل وبتبدأ الجولة الأولى وبتعزف هينج وبعدها جو بتكون الجولة التانية قتال المهم بيبدأوا قتال وبتكسب جو الأمير وبعدين بتدخل جو في قتال معايان اللي بيكون دخل بكل قوته لإنه عايز يكسب ثمرة البنبون ويديها الهينج ومش بيعمل حساب الصداقة اللي بينه وبينجوه خالص الدرجة إن جوه بتقوله انت تجننت ولا إيه وتاب بيعمل دونج حركة سحرية وبتقع هينج على الأرض ويغم عليها ودونج عمل كده طبعا لإنه عايز يشتت انتباه يعني فعلاً ده بيحصل واللي بتكسب جوه وبتفوز بثمرة البنبون بس هتاخدها بعد يومين ساعتها بتعرف مياه وباللي دونج عمله وبتقول إنه باوز خطتها على آخر لحظة بنشوف دونج بيعالج هينج وبيعرفها إنه كان في قوة شريرة في جسمها وطردها بتطلب هينج من دونج تاخد ثمرة البنبون لإن الثمرة تقدر تخلص على السم اللي عندها والسم ده السحر اللي كان يان معالجها بيه بيوافق دونج على طلبها وتاني يوم بنشوف أصحاب جوه بيهنوها إنها فزت في المسابقة ومبسوطين كلهم وبيحتفلوا وبيقولوا إنها قوية بنتفاجئ إن دونج بعت لجوه مع النائب بتاعه وسلت خوخ بدل ثمرة البنبون فبتصدم جوه وبتزعل إنها عايزة ثمرة البنبون بتمشي جوه وبتكون زعلانة جداً وبتقابلها هينج وبتعرف أنها طلبت من دونج الثمرة وعشان كده بعت لجوه الخوخ وبتطلب منها كمان تبعد عن دونج وبتعرف أن دونج مهتم بيها بس لإنها مميزة بس لو كملتها تزعل في الآخر وبتمشي جوه بتكون زعلانة جداً من كلام هينج ومن اللي عمله دونج لانها كانت عايزة الثمرة تنقذ بيها تي وكمان هينج شككتها ان دونج بيتسلى بيها ومش بيحبها بعدها بتروح جو تسأل على دونج بس بيعرفها يعني انه مش موجود وهيرجع بعد ثلاثة ايام وبتزعل جو لان معاد قطف ثمرة البنبو بكرة فبتروح جو عند ثمرة البنبو وبتقول انها وعدت تي ومش هتخلف وعدها فبتحمي نفسها جو حاجز وبتدخل عند الثمرة ساعتها الاربع تعابين اللي بيحموا الثمرة بيهاجموا جو وبيعضوها من درعها بيروح النايب عند دونج وبيعرفوا ان التعلبة اللي بيدور عليها اللي ضعت منه هي جو وكمان بيحكولوا كل اللي حصل وان جو رح يتعلم البشر علشان تنقذوا وبيتفاجئ دونج لما بيعرف كل ده وبنروح لجو اللي بتسمع صوت حد بيقول لها اهلا يا اريانا وبتروح تصوت بصوت عالي جدا جو بيسمعوا كل اهل الوادي وبيتجمعوا يشوفوا فيه وبتحكيلوا من الملكة قصة الاميرة اريانا ساعتها بنعرف ان الشجرة دي لعنة على كل اهل الوادي وبيروح دونج عند جو وبيدخل في الحلم بتاعها لانه عاوز ينقذها باي شك والتعبين بتاعك لكن بيطمن جو انه ما يطلعوا بعدها بنعرف ان دونج وجوه في حلم الاميرة اريانا وبينتهل هو وجوه الحتة بعيدة وعشان يطلعوا لازم يعيشوا قصة الاميرة اريانا بالتفصيل ولو عرفوا يطلعوا من الحلم ما يعيش ولو ما عرفوش هيموتوا كانت عاملة ثعلبة وكانت عنده في الاسر وكمان رحت ورا الحياة الفانية وانقذته في الحرب وكانوا مخطبين بجد وهيتجوزوا بتسألوا كان بيتعامل معها ببرود وبيعصبها ليه بيرود انه كله كان هزار وكان بيحب يشوفها متعصبها لانها كانت بتبقى جميل هوي بعدها بينايم دونج جو بيحطها في تابوت وبيطلع كرة من دماغها بتكون دي ذاكرة جو عشان تقدر تعيش حياة اريانا ويطلعوا من الحلم على خير وبيقولها طول من انت مطيعة هنقذك تاني يوم بتسحى جو بتلاقي نفسها في الاسر وحواليها خدموا تعابين كتير وده لان الاميرة اريانا اميرة الثعابين بس احنا عارفين ان جو بتخاف جدا من التعابين فبتكون خايفة منهم وبيوصل الخبر لمملكة الشياطين ان دونج في حلم اريانا بيكون قائد الشياطين عايز يستغل الفرصة ويهجموا على العالم الملوك كمان تشو بيروح لمياه وبيعرفها ان دونج في حلم اريانا وبترد انها تستخدم كل قوتها لانها مش عايزة دونج يطلع من الحلم فلاشباك بيفتكر حبيب اريانا لما سبعه هم صغيرين ووعدها انه يبقى ساحر ويرجع ينقذها بيكون حبيب اريانا شبه دونج بالزبط بس الشعره اسود مش ابيض ولما بيجبر وبيرجع بيعرف ان اريانا ماتت بيشوف حبيب اريانا زعلان قوي انه سبها تموت وما قدرش ينقذها وبيقول ان اريانا ممكن تعيش تاني بس في عالم الاحلام تاني يوم بتسحى جو بيكون عيد ميلادها الخدم بيجيب لها تعبان كبير هدية فبتخاف جو جدا وبتطلع تجري والخدم بيستغربه جدا لان الاميرة اريانا كانت بتاخد التعبان بالبص والحضن بس احنا عارفين ان دي جو مش اريانا بس هي في الحلم بتاعها وعيش حياتها بنعرف ان دونج بيدور على جو لانه عايز يرجعها بتقول الخادمة لجو انها كانت بتحب الامير جدا وما كانوش بيستحبل ويفترقوا عن بعض فبتخلي جو الخادمة تحكي لها اكتر عن حياتها لانها فقد الزاكرة ومش فاكرة حاجة فبتعرفها الخادمة ان هي والامير كانوا ولاد عم وكانت بتعتبروا زي اخوها وبعد كده حبوا بعض بتقول جو في نفسها انها مش بتقدر تتعامل مع التعبين وكده يكتشفوا انها مزيفة وساعتها تقع في مشكلة كبيرة بيروح دونج عند اميرة مصابة لانها وعتمن على حصانها لما كانت بتسابق اريانا بيعالجها دونج وبتكون الاميرة حامل فبيقول دونج ان روح الطفلة هيقدر يرجع من خلالها جو نرجع لجو اللي بتسأل الخادمة على مطعمها المفضل وبتديها الخادمة اسم المطعم فبتروح جو تتغدى وبتلاقي الاكل كله عبارة عن تعبين بتحاول تاكل لكن بتقرف من الاكل جدا وبتكونها ترجع وبتطلع جاري من المطعم وقتها بتخبط في ابن عم اريانا اللي بيسألها مش فاكراني بترد انها فاكراني وبتطلع جو جاري وبترجع على الاصر بتنام جو وتاني يوم بتصحى تاكل كعك اللي انها كانت جعانة جدا وبعدها بتبلغ الخادمة جو ان المعلم بتاعها رجع وانه كان قيل انه هيسفر لمدة 6 شهور لكن رجع بعد شهر واحد فبتتحق جو انها تعبانة ومش هتقدر تقابله هتبقى تزوره يوم تاني لما بتبلغ الخادمة المعلم ان جو تعبانة بيدخل عندها ويتطمن عليها وبيشربه مع بعض شاي بيسأل المعلم جو اتعلمت الحركات اللي انا قلتها لك طبعا جو مش عارفه وبيتكلم عن ايه وبيتحاول تطلع من الموقف بأي طريقة بياخد المعلم جو وبيطلعه يتمشه وبيعرفها ان نائب دونج هو اللي بعته عشان يطلع جو من حلم اريانا ساعتها بنعرف ان المعلم هو الساحر اللي هيقدر يطلع جو من حلم اريانا بيدي المعلم جو مذكرات كتبتها اريانا قبل ما تموت عشان تعرف اكتر عن حياتها وبيطلب منها تعرف اريانا ماتت ازاي بترجع جو لأصر وبتنام وبتسحى تلاقي التعبان الكبير في اوشها بيكون في رحلة وجو اسمها تابع المدعوين في الرحلة لانها اميرة فبتفرح جو لانها تابع المدعوين في الرحلة وهتستريح من التعبان الكبير ده شوي لكن بتتفاجئ انه رايح معاها فبتتصدم جو لما بتعرف ان التعبان وراها وراها بنعرف ان الاميرة اللي دونج كان بيعالجها خفتها بيجي يوم الحفلة والكل بيروح وبتروح جو مع المعلم ودونج بيكون موجود في الحفلة وحس بروحها لكن ما شفهاش ده لان جو لما شفت التعبان الكبير في الحفلة راحت مكان بعيد لوحدها وبيروح المعلم عندها وبيعرفها ان لباباها ومامتها وجوزها بيسألوا عليها بيروح المعلم عند جو بيحكي لها اكتر عن جوز اريانا وبياكلوا مع بعض ولما بيقولها تروح القارب وتنام بدري بترفق جو وبتقوله ان الجو جميل وانها تسهر مع الامر والنجوم احسن ما تروح القارب مع التعبان وياكلها بعدين بتروح جو عند المعلم وبتطلب منه تنام في قوته وهو يروح ينام مع التعبان فبيرد المعلم انه ما ينفعشه وكده هتبوس خطته وبيعرفها انه لقى حل فبيضربها فدارها وبيغمى عليها بياخدها المعلم يوديها القارب مع التعبان وفي اليوم اللي بعده بتسحى جو بتلاقي التعبان جبها على السرير ومحوط السرير كله فبتتفزع كالعادة وبتطلع من القضى جري بتروح جو تفتر مع اخوات اريانا بيكون دونجي هناك ومش بتتعرف عليه لكن دونجي عارف انها جو بتعرف جو ان دونجي جوز اريانا بس بتلاحظ ان واحدة من اخوات اريانا بتحاول تتقرب من جوزها ساعتها بتروح جو عند المعلم وبتطلب منه يحفر حفرة فيها مية بعدين المعلم يلبس لبس شبه دونج لانهم اصلا شبه بعض ويجذب البنت دي ويوقعها في الحفرة وبيتفقوا انهم بالليل هيعملوا كده بس بتقول جو للمعلم ايه وعطوها عندها في الحفرة وبنشوف دونج تلع ورا جو بيدور عليها وبيسأل الحراس على مكانها وبشعارفين دونج وجو هيقدروا يطلعوا من حلم اريانا ولا هيموت جواه وقولونا لو حبين نكمله ولا لا وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا الجديدة وسلام اشوفكم في ملخص جديد